العبادي أكد أن العراق مستمر في بناء قدراته ويتطلع إلى استمرار التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري مع فرنسا وبالأخص في مجال إعادة الاستقرار وهي مهمة أساسية لا تقل أهمية عن الحرب ضد الإرهاب جاء ذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فليب على هامش المؤتمر الأمني الذي قال بدوره إننا سعداء بالتقدم المدهش الذي حققتموه في العراق ونحن معكم وسنواصل العلاقة بين بلدينا وإكمال كل المهمات حتى تحقيق كامل الاستقرار